من أكاديمية أو استربوية معلمة اللغة العربية هي المريك ومن شاء الله عن الحمام المطوقة الحمام المطوقة كما نعلم هي قصة عن أهمية التعاون تحدث عن قصة مجموعة من الحمام تحاول النجاة من فخ الصياد تكمن أهميته في الاتحاد قوة وفي التعاون خير وفي الصداقة نفع الفكرة العامة يحكي النص قيمة مجموعة قصة مجموعة من الحمام وقعت في الفخ ولا تجد سبيلاً الخلاص إلا بالتعاون كما نعلم أن قصة الحمام المطوقة مأخوذة من كتاب كليل ودمنا ألا وهو من تأليف الكاتب المشهور بيدبة الفيلسوف الهندي ترجمه عبدالله بن المقفع المقفع هو أديب وفكر فارسي ورد في البصرة عام 106 للهجرة اعتنق الإسلام وعصر كل من الخلاف الأموية والعباسية أجاد اللغة الفارسية وتعلم العربية لقب أبوه بن مقفع لأن الحجاج بن يوسف الثقافي عاقبه وضربه على يديه حتى تكفعتا أي تورمتا وعوجت أصابعهما ثم شلتا بتهمة مد يده إلى أموال الدولة من أبرز مؤلفاته كليل ودمنا الأدب الكبير الأدب الصغير رسالة الصحابة حمام المطوقة المطوقة حول رقبته توق لأنها قائدة سرب الحمام نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحب وبعد مدة مرت حمامة يقال له المطوقة ومعها حمام كثير المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فالكنا فيها كل حمامة أن تخلط نفسها قالت المطوقة لا تكن نفسه إحدى كنا أهم إليها من نفس صاحبتها ولكن نتعاون ونطير كطائر واحد فننجوه جميعا ثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة ولون بها في الجو رأت المطوقة الصياد يتبعهن فقلت الحمام إلى جحر جرت بعيد إن كان لها صديقا ونادته بإسمه فخرج إليها وقال ما أوقعك في هذه الورطة قالت عدم الحذر تعالوا وابدأ بقطع عقد الحمام ثم اقطع بعد ذلك عقدي إنني أخاف إن بدأت بقطع عقدي أن تتعب وتكسل ولم تقطع باقي العقد وأعرف أنك إن بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترضى وإن أدركك التعب والكسل أن أبقى في الشبكة أخذ الجرد في قرد الشبكة حتى فرغ منها مطوقة وانطلقت صاحباتها مع إذن لتحدث النص عن حكاية سرب من الحمام وقع في شبكة صياد وتمكن من التخلص منها بفضل تعاون أفراده بداية وقوع سرب الحمام في شبكة الصياد وبالتالي نجاة الحمام المطوقة وزميلاتها بفضل تعاونهن الفكرة العامة للنص تتحدث عن في الاتحاد قوة وفي التفرق تضاف وفي الاتحاد قوة وفي التفرق تضاف وفي الاتحاد قوة وفي التفرق تضاف الحمام المطوقة ما يلي فعل الماضيا فعل أمر فعل المضارع مرفوعا فعل المضارع منصوبا ونقصد أن يسبقه ماذا للفعل المضارع أدات نصب وأدوات النصب هنا أن لن كي حتى لم التعليل فعل المضارع مجزوما ونقصد بأدوات الجزم ماذا لم ولما ولام الأمر لا ناهية أحسنتم أيضا استخرج جمع مؤنث سالم حرف جر واسم مجرور أسلوب استفهام وصفة وتعرب نعت نوعها صفة وهي نعت أحسنتم فعل الماضيا نصب نثر كمن مرت رأت خرج ناذت أما فعل الأمر تعال ابدأ اقطع أما فعل مضارع مرفوع يقال نتعاون نطير ننجو أخاف فعل المضارع منصوبا أن تخلص أن تتعب أن تكسل أن أبقى فعل المضارع مجزوما لم تقطع جمع مؤنث سالم كما نعلم اسم المنتهن بألف وتاء وهو ما يدل على ثلاثة فأكثر مثل الحمامات مفردها حمامة صاحبات مفردها صاحبة حرف جر واسم مجرور عن الشبكة في الجوي من نفسي عن حرف جر الشبكة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة كذلك الأمر في الجوي من نفسي أسلوب استفهام ما أوقعك في هذه الورطة كما نعلم هنا ما استفهامية وهنا في نهاية الجملة نضع علامة استفهام بالسؤال أما النات ونوعه صفة كثير بعيد أحسن نتطرق الآن إلى معاني المفردات التي وردت في النص نصب رفع نثر رمى كمنا اختبأ علقنا وقانا وثبت قفزت قلعنا نزعنا يتبعهن يلحق بهن جحو جوردن مكان سكن الجورد الورطة هي المشكلة أو المصيبة أدركك أصابك قرط قطع فرغ انتهى الأفكار الرئيسية وشرح الفقرات التي وردت فيه الحمامة المطوقة الفقر الأولى تتحدث عن الصياد الذي نصب شبكته ورمى عليها الحبة ليستاذ الحمامات فوقعت الحمامة المطوقة وصاحباتها في شباكه تحدث الفقر أيضا عن تعاون المطوقة وصاحباتها معا فوثبت الحمامات لإزالة الشبكة عنهن عن طريق تعاونهن أما الفقرة الثانية تحدث الفقرة عن تجاه المطوقة إلى جحر صديقها الجرد لمساعدتها هي وصاحباتها للتخلص من الشبكة وبدأ الجرد في قرض الشبكة وقطعها وحرر المطوقة وصاحباتها وبالتالي شكرنا هنا وغادرنا المكان وتعلمنا درس الحذر نذهب الآن إلى معاني المفردات والتراكيب فرق في المعنى في السؤال الأول نصب الصياد وشبكته شبكة الصياد ماذا تعني نعم مسيادته أقامت الدولة شبكة مواصلات حديثة شبكة وطرق ومواصلات ماذا تقول نعم إذن هنا تعني طرق أخذ الجرد في قرض الشبكة ماذا تعني قطع الشبكة أبدأتهم سدد عليه قرض البناء الذي استدانه قرض وبناء واستدانة ماذا نقصد بها نعم إذن هنا قرض تعني النقود التي أخذها من البنك الثاني سوف نصل بين الكلمة ومعناها في العمود الثاني علقنا في الشبكة ماذا تعني علق نعم وقع نثر عليها الحبة ماذا تعني كلمة نثر أصبتم تعني رمى وثبة الحمامات تعني قفزنا يعني وثبة تعني قفزة أبدأتم أدركك التعب أدرك تعني أصابة أما السؤال الخامس وهو الأخير في أسئلة الفهم الاستيعاب اذكر أحداثا من النص تتفق مع مدلولات العبارات الآتية الصديق وقت الضيق في التأني السلامة يد واحدة الصديق وقت الضيق اتجهت بالحمام إلى جحر جردن كان جردن بعيدا كان لها صديقا في التأني السلامة قالت عدم الحذر يدا واحدة لا تصفق نتعاون ونطير كطائر واحد فننجو جميعا أما هنا فنأخذ عن أسماء الإشارة هذا وهذه للمفرد هذان وهتان للثمثن وهؤلاء وأولئك للجمع كما نعلم أن هذا مفرد مذكر أما هذه مفرد مؤنث أما هذان مفرد مثنى مذكر بينما هاتان مثنى مؤنث أما هؤلاء للجمع وأولئك أيضا إحداهن للقريب والأخرى للبعيد علماء مشهورون علماء تدل على مجموعة أي ثلاثة فأكثر إذن هؤلاء علماء مشهورون أبدعتم مكتبتان وردة جميلة مفرد مؤنث وردة مفرد مؤنث ماذا نصفها هنا؟ ماذا نقوم من أسماء الإشارة؟ هذه وردة جميلة أبدعتم وهنا وهنا نضع اسم الإشارة في أسفل الصورة نافذة هذه نافذة نعم جنود هؤلاء جنود حمامتان هاتان حمامتان أسدان هذان أسدان هذا صياد هذا للمفرد المذكر أبدعتم أما هنا فسوف نصل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها ويتمم معناها في العمود الثاني عمية المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فعلقنا فيها با شاركت الطالبات في دورة رياضية فتأهلنا للمباراة النهائية جيم علمت الأمهات باستشهاد ابنائهن فاحتسبنا الأجر على الله تعالى دال اجتمعت الطبيبات حول المريض فقررنا إجراء العملية الجراحية رابع أما في الكتابة فقد تحدثنا سابقا عن الحركات الإعرابية ألا وهي الكسرة والضمة والفتحة والسكون والكسرة هي أقوى الحركات وتكتب وقتها على نبرة بينما أضعفهن السكون الفتحة أقوى من السكون وتكتب على ألف بينما الضمة أقوى من السكون ومن الفتحة وتكتب على واو بينما كما تحدثنا أن الكسرة هي أقوى الحركات وتكتب على نبرة لاحظوا معي في الجمال الآتية ألف لا تقترب من الأختار فتؤذي نفسك هنا ننظر إلى حركة الهمزة وما قبلها ومن هي الأقوى فتكتب على حركة الحرف الأقوى فتؤذي نفسها هنا جاءت الهمزة متوسطة في وسط الكلمة ساكنة وما قبلها مضموم أحسنتم واتضم أقوى من السكون لذا كتبت على واو با سقطت تفاح على رأس نيوتن نعم رأس كتبت هنا على ألف لماذا؟ لأنها جاءت ساكنة في وسط الكلمة وما قبلها مفتوح والفتحة أقوى من السكون في البستان بركة مليئة بالماء هنا جاءت الهمزة على نبرة في وسط الكلمة لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها ماذا؟ مكسور سبقتها حرف اللياء أما دال ماذا؟ تابع سائد المسرحية باهتمام هنا كتبت الهمزة عند سائد على نبرة في وسط الكلمة لأنها جاءت مكسورة بعد ألف مد ساكن أي سبقها حرف مد ساكن والكسرة أقوى الحركات فكتبت على نبرة بينما في السؤال الثاني يطلب كتابة الهمزة المناسبة في الكلمة التي بين القوسين ثم نضعها في الفراغ في الجمل الآتية يزأر الأسد بقوة حين يغضب يزأر كتبت على ألف في وسط الكلمة لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون لذا كتبت على ألف عاش الشاعر لبيد بن ربيع مئة وخمسين عاما مئة هنا جاءت الهمزة على نبرة في وسط الكلمة لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها مكسور والكسرة أقوى الحركات لذا كتبت على نبرة في وسط الكلمة أبدأتم بينما جيم فازت البترة بمسابقة عجائب الدنيا السبعة عجائب هنا كتبت الهمزة على نبرة في وسط الكلمة لأنها جاءت مكسورة وما قبلها حرف مد ساكن والكسرة أقوى الحركات لذا كتبت الهمزة على نبرة في السؤال الثالث يطلب ملء الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين الاستئذان فأذن لأحد الرجل المرأة جاء أخرج أدخل جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الجالسين عنده اخرج إلى هذا فاعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم هنا في محفوظات الأسد والضفدع للشاعر المشهور القدير أحمد شوقي الذي لقب بأمير الشعراء ومن أبرز زواوينه الشوقيات هنا حديث عن الأسد وهو الليث ملك الغابة والضفدع الذي أزعج باقي الحيوانات وأخذوه إلى ملكهم الليث ألا وهو الأسد ليحكم عليه ولكن الوزير ألا وهو الفيل امتص غضبه ببعض الكلمات فعفى عنه الأسد وأيضا قدم له مستنقعا لأخذ راحته العفو عند المقدرة فهل لو كنت أنت مكان الأسد وملكا ولكلا مكانتك فهل ستعفو سنرى قالوا استول ليسوا على عرشه فجيء في المجلس بالضفدع وقيل للسلطان هذه التي بالأمس آذت عالي المسمع تنقنق الدهر بلا علة وتدعي في الماء ما تدعي فانظر إليك الأمر في ذنبها ومر نعلقها من الأربع فنهضى الفيل وزير العلا وقال يا ذا الشرف الأرفاع لا خير في الملك وفي عزه إن داق جاه الليث بالضفدع فكتب الليث أمانا لها وزاد أن جاد بمستنقع قالوا استول الليث على عرشه فجيء في المجلس بالضفدع هنا يقال أن الأسد ملك الغاب جلس على عرشه ثم أحد أحضر إليه ضفدعا تشكو منه جميع الحيوانات بسبب صوته استوى تعني جلس واعتدل أما الليث هو الأسد العرش مجلس الملك جيء أحضر قالوا للسلطان وهذه التي بالأمس آذة عالي المسمعي أي قالوا يشتكون للحاكم ألا وهو الأسد أن هذا الضفدع عذاهم بصوته العالي المرتفع طوال الليل فلم يستطيعون النوم بسببه السلطان هو الحاكم وصاحب السلطة أما تعني كلمة آذة أي تسببت بالأذة تسبب الدهر بلا علة وتدعي في الماء ما تدعي تنقنق أي تصدر صوت نقيق وهو صوت الضفدع العلة هي المرض أو الداء تدعي تقوى تنظر إليك الأمر في ذنبها ومر نعلقها من الأربع هنا يطلب الحاضرون من الأسد الملك الغابة أن يصدر حكمه أن يصدر حكمه على الضفدع ليقوموا بتنفيذه حتى لو كان تعليق الضفدع من أطرافه الأربع مر أي اصدر أمرا أصدر الفيل وزير العلا وقال يا ذا الشرف الأرفعي لا خير في الملك وفي عزه إن داق جاه ليس بالطفدع هنا قام الفيل وكان يعمل وزيرا عند الأسد وقال مخاطبا للأسد لا خير في ملك فيه أو في ملك فيه عز وجاه بأن يضيق بالعفو عن الضفدع نهضة تاني قامة الشرف الأرفع أي المقام الأعلى والأسمى بل ليت أمانا لها وزاد أن جادا بمستنقعي هنا بعد كلام الفيل جاء الأسد وكتب أمانا للضفدعي وعفى عنه وزاد أيضا من الكرم فأعطاه مستنقعا له حتى يأخذ راحته في النقيل هنا جادا تاني تكرم عليه وأعطاه الليث هو الأسد بلا علة أي بلا مرض أو تعب نهضة قامة الشرف الأرفع أي المقام الأعلى والأسمى جادا يعني كرم عليه أما السلطان هو الأسد تنقنقه هو صوت الضفدع تائسية لقصيدة الأسد والضفدع بداية رفع إلى الليث ضفدع آذى الحيوانات بصوته المرتفع طوال الليل ثانيا انتظر الحاضرون أمر الأسد لتنفيذه بالقضاء على الضفدع ثالثا أنقض الفيلو وهو وزير الأسد أنقض الضفدع بكلام أثار نخوة الأسد هنا الفكرة العامة والرئيسية ضرورة أن يحكم الملوك بالعدل وأن لا نتسرع بالحكم على الآخرين دون دليل فهل ما فهمتم المقصد؟ يا أصدقائي فهل لو كنت مكان الأسد هل فعلت مثله؟ نتسي معكم كان معكم معلمة اللغة العربية هيا المريطة